السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان الكحولات والإثارات والأمينات معكم الأستاذ رجب أبو خشبة مدرس كيمياء بشركة آفاك التعليمي طبعا يا شباب عندنا درس اليوم الكحولات والإثارات والأمينات قلنا قبل كده يهمني جدا في كل عائلة من العوائل العضوية أو المركبات العضوية أنك تعرف ثلاث حاجات في كل درس مهمين جدا الشيء الأول تعرف المجموعة الوظيفية التي تميز هذه العائلة تاني شيء تعرف الصغر العامة لهذه العائلة تالي شيء تعرف تسمي هذه العائلة أو هذه الجروب فعندنا في أهداف الدرس كما هي موضحة أمامك في عندي ثلاث أهداف رئيسية الشيء الأول كما قلت لكم هنحدد المجموعة الوظيفية في الكحولات والإثارات والأمينات الشيء الثاني كيف نرسم صيغة بنائية سواء كان لكحول أو إيثر أو أمين الشيء الثالث أو الهدف الثالث لابد أن نعرف بعض الخواص الفيزيائية أو استخدامات أو استعمالات الكحولات والإثارات والأمينات دلاتي الأهداف اللي بإذن الله تعالى في هذا الدرس إن شاء الله سنحققها ونركز ببعض الأمثلة بإذن الله تعالى حتى اللي بتيجي في اختبار التحصيل عندنا شباب الكحولات يعني الكحول الكحولات كما هي في التعريف في صفحة 86 افتح الكتام معها صفحة 86 هي مركبات عضوية ناتجة عن إحلال مجموعة هيدروكسيل محل زرد الهيدروجين يعني لو شلت زرد هيدروجين وحلت مكانها محل مجموعة هيدروكسيل دي بيكون عندي هنا يسم هذا كحول فعندي شاب ده تعريف الكحولات هي عبارة عن مركبات عضوية ناتجة عن إحلال مجموعة هيدروكسيل طبعا مجموعة الهيدروكسيل هي OH محل الضرد الهيدروجين الصغر العامة للكحول علشان أعرف إن ده عند كحول الصغر العامة شاب مهمة جدا هذا اللي عليها دائرة بالألم الأحمر هذا عندي R OH الصغر العامة للكحولات R OH طبعا الOH هي مجموعة الهيدروكسيل وهي المجموعة التي تميز الكحولات تسمى الOH مجموعة الهيدروكسيل طب وش الار هذه؟ الار هذه قد تكون ميسايل أو إيسايل أو بروبيل أي قذر عضوي ممكن تكون مجموعة الوظيفية المجموعة الكحولات هي مجموعة الهيدروكسيل الصغر العامة لها طيب ناخد مثال لأقولنا مثلا زي المثال اللي موجود جدامي هذا طبعا عندي المثال اللي هو الميثانول سيتش ثلاثة سيتش ثلاثة سيتش ثلاثة اللي هو كحول الميثانول طبعا كحول الميثانول اشتقي منين؟ اشتقي من استبدال أنا عندي الميثان استبدلت الزرد هيدروكسيل بمجموعة هيدروكسيل فأعطانا الكحول لو اخدنا مثال تاني لو تك سيتش ثلاثة سيتش اتنين ده ايضا كحول ايش؟ ده كحول الايثانول ايثانول سيتش ثلاثة سيتش اتنين او ايش بعد كده نيجي للتسمي كيف بنسمي الكحولات؟ الكحولات شاب تسمى من تشتقي من اسم الالكان باضافة المقطع واو ولام يعني لو قلنا سيتش ثلاثة او ايش هذا المركب فيه كربون واحدة بس المركب اللي فيه كربون واحدة بيبدأ بالمقطع ميث طب يا هو جاي ايه؟ بقى S-E-T-S-E-T يبقى ميثان المركب اللي فيه there's a carbon ë وال доступ طيب يبقى عرفنا ان الالكانات لازم نضيف المقطع الكحولات لازم نضيف المقطع واو ولام على اسم الالكان المقابل. في عندي مهمة جدا مسلا اه اذا لو قلنا هشوف المثال على اليسار هذا واحد اتنين تلاتة اربعة. طبعا اربعة يعني بيوت. فالمقطع بيوت. يبدأ بالمقطع بيوت اللي هو اربعة. طبعا في اوتش على الرقم واحد يبقى داع عرف ان هذا كحول. يبقى هنقول بيوتان نول ونضيف المقطع بيوتان نول. بس لابد ان اقول وين مكان الاوتش. الاوتش مكانها وين? فعندي طبعا الاوتش هنا على رقم على الكربون رقم واحد. يبقى نقول الواحد بيوتان نول. ركز معي في صفحة سبعة وتمانين. لو شوفنا المثال رقم بي. عندي هنا برضو بيوت اربع زرات كربون. بس على كربون رقم اثنين مجموعة الهيدروكسيل. يبقى بداية اعرف ان هذا كحول. اللي هو اه كحول في او اتش. اه بس لازم اقول مكان وين مكان مجموعة الهيدروكسيل. طبعا على رقم على الكربون رقم اثنين. يبقى اثنين بيوتان نول. يبقى قلت اتنين لان الكربون عدرك لان الاوتش عدرك على الكربون رقم اتنين. قلنا بيوت علشان عدس زرات الكربون عندي اربعة. وعندي ضيف نوولام عشان هذا كحول. طبعا قلنا لابد في تحفظ المركبات الاسماء اللاتينية. قلنا مهم جدا تحفظ الاسماء اللاتينية اللي يعني واحد. اث يعني اثنين. يعني ثلاث. بيوت يعني اربع. بنت يعني خمسة. ستة يعني سبعة هبت تمانية اوكت تسعة نون عشرة ديك. دي لابد يا شاوب ان تحفظ وتكون في زهنك تماما. حتى تستطيع انك تحل او تعرف تتعرف على اي مركب عضو. طبعا عندي المسايل اللي تحت رقمسة يشوف ده طبعا ده شكل حلقي. والسؤال دي شاب جاء اكتر من مرة في اختبار التحصيلي. هكسانول حلقي. طبعا الشكل هكس هذا. طبعا الشكل هكس هذا اللي هو هكس يعني ستة. طب وقت شكل محلق يبقى هكسان حلقي. طبعا ليه اوتشي بقى يبقى هكسانول حلقي. لان الاوتش هذا على الكربون على الاوتش على ظرة كربون. شلت ظرة هيدروجين في الالكان الحلقي واستبدلتها بمجموعة هيدروكسيل. وبالتالي يكون عندي هذا طالما ان هو عبارة عن اه حلقي شكل محلق واخد شكل محلق يبقى لازم اقول كلمة حلقي ولازم اقول فيها او اوتش يبقى هكسانول حلقي. ده بالنسبة يا شاب للتسمية. يبقى عرفنا التسمية من اسم الالكان يشتق اسم الكحول. من اسم الالكان واضفت المقطع وولام. اه المجموعة الوظيفية في الكحولات هي مجموعة الهيدروكسيل الصغل عامة لها ار اوتش. قد تكون الار هذي مثيل او ايثيل او بروبيل. اه ده بالنسبة ليه التسمية والصغل عامة والمجموعة الوظيفية. اه بعد كده شباب نجي لبعض الاستعمالات اه الكحول. طبعا الكحول بيستعمل كمطاهر في الطب. اه الميثانول يعد الميثانول ابسط الكحولات وهو من المذيبات الشئعة. طبعا من ضمن خواص الكحولات ايضا الكحولات مركبات قطبية ولذلك الماء يزوب فيها. اه الماء مركب قطبي والكحول مركب قطبي والمذيبات تزيب اشبهها. الكطبي يزوب في الكطبي وغير الكطبي يزوب في غير الكطبي. ايضا من الخصائص الكحولات المهمة جدا ان الكحولات تكون رابط هيدروجينية تكون رابط ايش هيدروجينية ولذلك ده اللي بيخلي درجة غليان الكحول آآ عالية ولذلك درجة غليان الكحول عالية لانها تكون رابط هيدروجينية يبقى قادرة على تكون رابط هيدروجينية مع مجموعة هيدروكسيل في جزئ في جزئات كحول اخرى او مع جزئ الماء آآ مهم جدا نعرف يا شباب ان الكحولات تكون رابط هيدروجينية ولذلك ده السبب ان درجة غليانها مرتفعة بكده نكون شاب خلصنا الجزء الاول من الدرس بتاعنا وهو الكحولات. بعد كده نجي للاثيرات. الاثيرات وش معنى الاثيرات? الاثيرات هي عبارة عن مركبات عضوية تحتوي على ظرة اكسجين مرتبطة مع الظرتين من الكربون. والصغل عامة لها ار. الصغل عامة الاثيرات ار او ار داش او ار شرطة. يعني ظرة اكسجين محصورة بالمجموعتين ار. ظرة الصغل عامة الاثيرات ار او ار داش. ده الايثر. المجموعة الوظيفية لها انها تسمى مجموعة الايثر. مثل ما اقول انا شاف في بداية الفصل. لابد انك تحفظ. الجدول هذا. اللي هو صفحة واحد وتمانين في الكتاب. عند في نوع المركب او نوع العائلة العضوية اللي احنا مدرسها. الصغل عامة المجموعة الوظيفية. فعند الاثيرات هذه ار او ار داش الصغل عامة لها. المجموعة الوظيفية لها مجموعة الايثر. تسمى مجموعة الايثر. مجموعة الايش? الايثر هي اصدرت اكسجين محصورة بين او مرتبطة بي اصدرتين كربون. اه بالنسبة للاثيرات يا شباب. الصغل عامة قلناها المجموعة الوظيفية قلناها لجل التسمية. التسمية بدعتها بنقول اسم الار ثم كلمة ايثر. يعني شوف هنا المثال اللي موجود جدام هنا في صفحة التمانية وتمانين. اه والمثال اللي يا شاب جاء في اختبرة بتحصيلها قبل كده. يعني عندي ساتش ثلاثة ساتش اتنين ساتش اتنين او. اه ساتش اتنين ساتش اتنين ساتش تلاتة. طبعا ده اه مجموعة مجموعتين ار متماثلتين. يعني مثل بعض. طبعا يسمى بروبيل ايثر او نقول سنائي بروبيل ايثر. ممكن تقول سنائي بروبيل ايثر. يعني هذا المركب. ممكن نقول بروبيل ايثر. وممكن نقول السنائي بروبيل ايثر. لان الار متمثل له. اه عندي بعد كده المثال اللي تحته. اه ممكن نقول ايسيل ايسيل ايسيل. اه عندي ثلاثة. او ثلاثة. فيه ار عندي اللي على يمين. اللي هي تسمى اه والار التانية اللي هي ولذلك اه ممكن نسمى المركب ينقول ايسيل ايثر. طب ليش بدت بالايسيل قبل الميسيل? على حسب الترتيب الابجدي. على حسب لاني الاي قبل الام. ولذلك نقول ايسيل ايثر. اللي هو اللي انا عملته على بالقلم الحمر. هذا خططت عليه. ده بالنسبة لتسمية الاسرات الشباب. عندي المسال اللي على يصار ايضا. انا عند هذا. اه في هكسيل حلقي ايثر. في مجموعتين هكسيل ومرتبطين مع او مرتبطة ذرة اكسجين بمجموعتين هكسيل. فنقول هكسيل حلقي ايثر. اه المثال اللي تحت خالص. سيتش سيتش تو او سيتش تو سيتش تو سيتش زلاتة. في عند ار. الار منهم اللي على يصار اللي هي هذي. اللي هي مجموعة الايثيل. وعندي هذي المعلمين مجموعة البيوتيل. فنقول بيوتيل ايثيل ايثر. بيوتيل اي سيل اي سر. ليش بيوتيل اي سير اي سر? لان لان البي قبل الاي. فنقول بيوتيل اي سيل اي سر. دي بالنسبة يا شاب قلنا الصغر العامة كده التسمية قلناها المجموعة الوظفية قلناها. طبعا انا عندي من خواص الاثارات بعض الخواص الفيزياء لها. طبعا الاثارات اه نتيجة عدم وجوز ذرة هيدروجين مرتبطة مع الاكسجين فلا تكون روابط هيدروجينية مع بعضها. يبقى الاثارات لا تكون روابط هيدروجينية مع بعضها. اه وهي شديدة التطاير. مركبات شديدة التطاير لان درجة غلانها منخفضة. كما انها ايضا قليلة الزوبان في الماء مقارنة بالكحول لانها لا تكون روابط هيدروجينية بينها وبين الماء. وهي اقل ايضا قطبية. يبقى هي لا تكون روابط هيدروجينية مع الماء ولذلك درجة غلانها منخفضة. وهي مركبات ايضا قليلة الكطبية او كطبيتها ضعيفة. اه ده بالنسبة كده شباب احنا اه انت خلصنا الجزء الاسارات. اه اخر جزء عندي في الدرس بتاعنا اللي هو الامينات. اه انا عندي الامينات يا شباب ايه الصغة العامة الامينات الاول? عشان اعرف ان لو في مركب جالي اعرف ان هذا امين. الامينات الصغة العامة لها ار ان اتش تو. ده اهم حاجة ما هم جدا. يبقى الامينات الصغة العامة لها ار ان اتش تو. هذا الصغة العامة للامين. لو جالي اي مركب في اه اه ار مرتبطة بان اعرف ان هذا امين. يبقى الامينات تحتوي على اصدارات نيتورجين مرتبطة مع اصدارات الكربون في سلاسل الالفاتية او حلقات او حلقات اروماتية. يبقى الصغة العامة لها ار ان اتش تو. قد تكون الار هذه الالفاتية يعني سيها ثلاثة. آآ سيها ثلاثة. أشار ثلاثة سيها ثلاثة سيها اتنين. بروبيل او كد تكون آآ ارماتية اكضاً حلقة بنزين. تكن العراسة عبره عن حلقة بنزين. يبقى از除ن الصفحة العامة لها طب المجموعة الوظفية واش اسم المجموعة الوظفية اللي بتميز الامينات? ام تمها مجموعة امينو او مجموعة الامين. زي ما قلنا قبل هذي الامينات هي موجودة في الصورة قدامك. ار صفحة واحد وتمانين الصغة العامة لها مجموعة الامين المجموعة الوظيفية اللي يتميز الامين مجموعة الامينات مجموعة الامين يبقى مهم جدا يقول لك ما هي المجموعة الوظيفية في الامينات تقول للمجموعة الامين او الامينو يقول لك ما هي الصغة العامة طيب بقى احنا تكلمنا قلنا الصغة العامة تكلمنا عن المجموعة الوظيفية نجل اه لأ لهل التسمية. اه يشار الا ل عند تسمية الامنات الى مجموعة الامين بالمقطع امينو في بداية الاسم او امين في نهاية الاسم. يعني من امكن مثلا مثال موجود جدام هذا اللي موجود في في الكتاب. انا عندي. ثلاثة تنين. اني اتش تو. ساتش ثلاثة تنة بقول اسم الار ثم ان كلمة امين. يبقى ابسط حاجة الامينات اما هي سميها بنقول اسم الار ثمان كلمة امين اسم الار ثمان كلمة امين اه يعني مثلا المثال قدامك هي ثلاثة هاتشانين اتي اش توتو هذا يسمى اسيل امين اسم الار هنا يسيل الى زيل الى ثلاثة ساتش اتنين اي اسيل الموجود لها مجموعة الامين او 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 هدو interestingR حتى مجموعة عائلة الامانات فنقول ايسيل امين طب لو كان زيل ثلاثة اآ اني اتشتو نسميه مثيل امين. طيب لو كان طبعا فيه مركب فيه تسمية. لو كان حلقي مثلا زي المثال هذا. اللي هو شكل سوداسي وفي اني اتشتو. نقول له حلقي امين. اللي برضو بنقول اسم الار اللي هو حلقي امين. طيب ممكن ايضا لو في عندي مركب مثلا. اه وفيه اكتر من مجموعة امين. بنقول مكانهم فيه. يعني عندي المثالين حطيت عليه باللون الازرق هذا. ثلاثة 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 واحد وثلاثة سنائي امينو بروبان بنقول اسم الامينو ثم ننسب الى المركب الام اللي هو البروبان بس ولكن شلنا الظرية هي دروجي ايه الظرتاي هي دروجين من الاطراف وحطنا مجموعتاي امينو دي بالنسبة لتسميت يا شباب لتسميت الامينات طبعا الامينات من ضمن خصائصها انها تعد هي الامينات تعد هي اه المسؤولة عن الرائحة الروائح المميزة للمخلوقات الحي يعني الرائحة الكريهة اللي بتخلق من بتخرج من المخلوقات المتحللة اه هي تسمى هذه او المخلوقات الميتة ديت المسؤولة عنها او في تركيبها الامينات اه يبقى يا شباب تكلمنا عن الصيغة العامة للامينات اه اه اشهر القذر العضوي يعني او 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 لو قد تلاتة اه 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 اكزا لو كان حلقي نفس الكلام بنقول هكسيل حلقي امين لو كان عندي في اكتر من مجموعة آه مجموعة امين او زي المثال سي اي اتش ثلاثة سي اتش 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 ثلاثة او في مجموعتي او في الاطراف فبنقول واحد ثنائي او بروقان ا ا ا نقدر يا شباب ايضا ا ا نقدر اه نستخلص الدرس او في اهم الخطوط العريضة اللي ممكن نسجلها مع بعض من خلال الدرس اللي احنا شرحناه. آآ فممكن نقول يا شباب يبقى انا عندي ممكن نقول ازا الكحولات الصغر عامة لها. الكحولات الصغر عامة لها ار وش. المجموعة الوظفية هي مجموعة الهيدروكسيل. التسمية بتاعتها بنضيف والام الى اسم الى الكعان المقابل. يعني رأتك مثلا تلاتة وعلي هنا في الوسط. فطبعا بنقول واحد اتنين تلاتة وبالتالي يكون نقول اتنين شرطة بروبا نول. اتنين بروبا نول. يبقى اتنين بروبا نول عشان القوتش عادة رقم اتنين عالكربون رقم اثنين بروب يعني ثلاث زرات كربون وضفنا الو ولام علشان هذا كحول. يبقى لازم نضيف واولام الى اسم الكحولات. طبعا الكحولات انها مركبات كطبية وتزوب في الماء وتكون روابط هيدرو جينية. اه طيب ايضا الاصيرات. قلنا الصغة العامة لها. الصغة العامة لها. الاصيرات. هذا الصغة العامة للاصير. المجموعة الوظيفية مجموعة الاثر اللي اوه ومرتبطة بزرتي كربون. اه التسمية بنقول اسم الار ثم كلمة ايثر. اسم الار ثم كلمة ايثر. يعني اه اسم الار لو قلنا سي اتش تلاتة. سي اتش تلاتة. عو. سي اتش تري فينسميها ثنائي ميثيل ايثر او ايسيل او ميثيل ايسر. يبقى ثنائي ميثيل ايسر او. مثيل ايصر الامينات الصغر العامة لها R NH2 المجموعة الوظيفية لها مجموعة الامينو التسمية بتاعتها بنقول التسمية بتاعتها بنقول اسم الار ثم كلمة امين فنقول NH3 NH2 مثيل امين او CH3 CH2 NH2 امين وبهذا نكون شابنا هنا الدرس الدرس الاول له القحولات والاسرات والامينات وباذن الله تعالى في لقاء اخر نشرح مركبات الكربونيل والى لقاء اخر واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته